السلام يبنيت ان شاء الله اكيد لكم بخير وصحتكم على خير ويجاكم الفيديو وهذا في احسن الاحوال يا رب شكرا بزيف 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 مالك الرب یحفظكم ويخليكم على تعليق الرائع علاكم تخلي وهيلي واحدة تعليق راه يتلحقني ما شاء الله يعطيكم الصحة كين صح تعليق قلقني بس ما عليش يعني كما نقولون دلنق للايجابيات اكثر من السلبيات هنا جيتكم اليوم فيديو جديد مشروع التمور المحشية لأول مرة تشوفي حبيبتي قناتي معليك غير تشتركي وتفعلي الجرس يلحك كامل جديدي ومتراطي حتى حاجة والكومران يجيبتكم بزيف بزيف وصفات يكونوا ان شاء الله اقتصادية وغير جديد الوراشات برب ان شاء الله واذا عجبكم الفيديو اكيد ما تنسيوش تعبزو على هذك الجيم وتخليوا هنا تعليق حلو اكيد تعليق الحلو هو اللي راح يخليني نستمر ونقدم احسن ما عندي واكثر ما عندي اهنا شوفوا حبيبتي حنا عاتلكم القوامتها يعني جيت بزيف الطرية والحشو من اروع ما يكون واسهل ما يكون بزيف اقتصادي غير مكلف تابعوا معنا طريقة التحضير طريقة التحضير هنا هذي تمرة جيتني مصحراء جيب هايلي بابا ربي يحفظو يعني هذي دقلة جيتني مصحراء يعني مشتعنا له هنا بابا بسكو ويخدم في صحراء جيب هايلي ربي يحفظو ويطول في عمره ان شاء الله يا ربي هنا ويجدر تشوفو الحشو بتاعي ويش رحندي عندي كما كم تشوفو كيلة تحكوكي كويانا محمص مليح ومطحون كما راكم تشوفو الابنات مطحون به بكشورو وعندي شوكولة طلاق باش نجمع الحشو بتاعي وعندي ربع علبة تحبو تكثرو تحبو تقلو انتم احرار انا قدرت اربع ويجدتني بزاف ابنينة هنا نعطيكم المقادير الكوكي وبلغرام نديروا ديروا ميسين وخمسين قرام هكذا والله ميتين ورابعين هذا ما كان يعني انا قدرت الكمية هذي كما راكم تشوفو وجمعتها بشوكولة طلاق يعني دارتلي كمية الله يبارك لابس بها دارتلي واحد العشرين حبة كما راكم تشوفو الابنات راح نجمع هذا الخليط تعي ونخليه يتلاسق ديما نقولكم الحشو بتاعكم خليوه يتلاسق لانه الكوكي وراح يشرب معاكم من بعد وكي يشرب معاكم راح يجي الخليط تعكم ممليح ويقعد ديما طري بالنسبة للأخت اللي علقتلي في الفيديو سابق يعني روتيني هذك اليومي وقيتلي اشرين مقلات هواية حبيت نقول لك حبيبتي انا منزخو عليك منفخو عليك قادرا نقول لك هي نقدر نشرها نقدم لكم في الوصفات غالي الاستفادة يعني مشي الحاجة اخرى والله زعمة والله كمراكي حطت يا بلكش راو عندي والله حمد لله اشوفي هي ما عندناش وما يخصناش بس حما تجرحوش الناس بتعريقات التاعكم السلبية هنا نقول لي والوصفة تعنا هندي الدقلة تعي كما كم تشوفوا لبنت كون تمسحتها ونحيت لحليتها نحيت لها هذك العل فاتحة كما كم تشوفوا ونحشي فيها كما راكم تشوفوا يعني الطريقة راي واضحة هنا لازم تمسحوها تجيبوا هكذا بابي اوبصوربون وتبدأ وتمسحو في الدقلة تاعكم هذك بيا باش كش ما فيها غبار وبلله كاش حاجة هكذا راح تتنحها معاكم وتحشيوها يعني شوفوا تحشيوها تخليوها بوم بيا شوفوا الحشب بتاعي اني خليتو خرج حتى ملفوق هكذا كما راكم تشوفوا ونحاول نعدلها بيا شوفوا انا عمرت هذو الحبات التوعية كامل ورح نحوط الشوكولاتي نذوبها لحمام مائي نور موقر راكم تعودتوا عليا يعني كيفاش نذوب شوكولاتي راكم كامل متعودين عليا كيفاش نذوب ها لحمام مائي ذوبها ننص ونبقى نخلط فيها حتى تكمل الذوب معايا كامل شوفوا هنا درت هذي شوية شوكولة هذي شوكولة هذي اترت هذي المغلق تعقاعة الزيت تعقي طرتين هذيك درت النص منه وبقيت انخلط يعني باش تبلي شوية سائلة هذا ما كان هذا بالنسبة لشوكولة البيضاء اما بالنسبة لشوكولة سوداء كنت درت لها نصف ملعقة كبيرة من الزيت وبقيت انخلط مليح حتى تخلي هذك الزيت كامل هذا ما كان هنا راح نعمرها في البوشتي كما راكم تشوفوا لابنات باش نروحوا للمرحلة الموالية شوفوا لابنات الهنا عندي شوكولة ثاني سوداء انا نضيف شوكولة سوداء ما نحبهاش ولله ما على بالي له لكن شوفوا الهنا راح نستعملها في وصفة شوفوا الهنا لابنات كما راكم تشوفوا ضفت لها نسبة ملعقة عزيت وبقيت نخلط فيها حتى تخلي هذك الزيت كامل في الشوكولة باش نبدأ نستعمل فيها اما بالنسبة للأخت اللي حطتلي التعليق انا يا راني ما نشمل فنرد على التعليقات السلبية لكن هذي الأخت بالذات عندها بزيف تدخل للفيديوهات التبعي وتخليلي ديما تعليق السلبي اللي طيح لي المورال وشو نقول لك أختي نقول لك ربي يهديك هذا ما كان بسكو انا يعني نقدر نزوخوا عليك نقول لك كني لابس بيا ومنا ومنا مانيش لابس بيا حمدلله يعني ما عدناش ما مخصناش اما باش نشري ميقلة هوائية كما كيتها هادريتية لازم لي زوج ملين وننص زوج ملين وننص هذوك لازم نروح نشري مختي سلعة ونقدم بهم يعني وصفات هنا في القناة احسن فاحسن نرمموه نرمموه كيف يفهمتيني وانا اردي تعليق حاطيت لك هذك التعليق تاعك واني ما بلوكي تكش الاخت اني قادرا نبلوكيك من القناة باش نتجنبك انا ما بلوكي تكش بس كوني على بالي باللي تقارع جعلية وتودخلي الى هنا تستفادي من من الفيديو هات التابعي على بها خليتك اختي خليتك تكملي تستفادي لكن اختي لي وجهي له خلينا متعليقات سلبية بس كوانا ما نحبش تعليقات سلبية والله ما نحبها نحب تعليقات ايجابية تكون رائعة هذا ما كان واذا عندك يعني حاجة في قلبك والله قولي هالي في تعليقات واذا لي بلك راكي تعرفيني والله بلكش راكي تعرفيني ومخبية في قلبك اش حاجة خرجي اذك اللي راو في قلبك التاقة ذيك كاملة خرجيها في قلبك في تعليق واحد او نوضي يغتي هذا ما كان شوفوا لهنا نطلل حبة تعيكي ما راكموا تشوفوا بو شوكولات سوداء وهي حكذاك مزلت ما يبستش شوكولات سوداء ندير عليها خطوط بشوكولات البيضاء نخليها تنشفوا نحية الزوائد هذي كامل ونرجعوا شوفوا لهنا بعد ما نشفت لها البنات ونحيت لهذا كالزوائد كامل كما راكم ما تشوفوا درتها في هذو الكيسات عندي لهنا تزيين باسيط تحبوا ديروا فراشات تحبوا ديروا ازهار وديروا ورقة ذهب انتم احرار انا كنت راحا ندير حبيت بالفراشة وحبيت بالازهار لكن صدقوني قلت نديرهم كامل بالازهار وجاوني تحفى يعني جاوني ما شاء الله يعني هذا التزيين السامبل تزيين غير مكلف تزيين كما نقولوا قد قد راحك يعني انتي حبيت تديري حاجة اخرى تقدري تديري حاجة اخرى تقدري تديري لوز تقدري تديري جوز تقدري تديري هذوك التعليم والتع ترانسفير يعني هذيك شوكولات تخدميها وتزيني بيها مثلا كتعدتها خطوبة تقدري تديري تهاذيك خطوبة يعني انتم احرار تقدري تديري فيستاش يعني انتي وما حبيت تقدري تديري وثاني الحشفة لابنت اللي عندها تقدري تدير لوز تقدري تدير وش تحب يعني انتم احرار انا اعطيتكم الطريقة السهلة الاقتصادية المشروع يعني انا اعتبرتم مشروع غير مكلف ومنها يعني شكل تحرار وخرج يعني تحفى ما شاء الله يعني انتم احرار يعني انا نعطيكم الفكرة وانتم تبقوا وش تعرفوا وش تحبوا ديما كما نقولها ونعاودها انتو ما راكم احرار يبقى لكم الاختيار في كلش انا مجرد يعني نعطيكم الفكرة وانتو ما على بالي بالي تقدروا كامل تبدعوا وتمدوش عندكم لسانس يا لبنت نرجع الوصفة ندير غاورقة ذهبي كما راكم تشوفوا في كوتي وفي الكوتي الاخر ندير هذي الوردة وقلتوكم اللي حبت اي تزيين ندير اي تزيين مام اي وردة عندك تقدر يديرها كما تحبي مام تقدر يتخدمي ازهر بعجينة السكر يعني انتم احرار كل واحدة تدير الحاجة ليتساعدها وكل واحدة تبدع يعني في خدمتها شوفوا لبنت انا راح نكملهم كامل بنفس الطريقة باش نروحوا نشوفوهم مع بعض في سحنة تقديم اذا كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم كانت خفيفة ضريفة وبزف بنينة واقتصادية وغير مكلفة وتزيين بسيط بسيط جدا جدا ان شاء الله تكون يعني وصفتنا لنهار اليوم نيلت اعجبكم اذا عجبتكم حبيبيتي دعمكم هو الاهم ان شاء الله يعني تدعمونا وتخليوا ذوكو التعاليق الرائعة تجنبوا تعليقات سلبية بس كل واحد اللي فيه ولا غاو مكفيه ومو فيه اهلا نقسمكم الحباب باش شوفوا القوام شوفوا القوام تحها يعني جا بزف طريقة وجيت بزف يعني بنينة يعني تهبل تهبل ان شاء الله تجربوا كامل وصفتي وينيلوا اعجبكم وإلى الملتقى ان شاء الله سلام اشتركوا في القناة